يسعد اخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات ان يقدموا لكم هذه المادة ربنا يجمعنا على خير ان شاء الله وان شاء الله معكم على الهوى ان شاء الله مباشرة كل يوم بعد صلاة العصر في برنامج روائع القصص نلتقى ان شاء الله من النهاردة لحد اخر رمضان مع روائع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بداية قبل ان ابدأ للحلقة من باب الوفاء بحب اترجع بشكر خاص لصاحب السمور الشيخ محمد بن راشد المكتوم امير دبي ورئيس الوزراء والقائمين على الجائزة دبي الدولية الكرآن الكريم وعلى رأس المستشار ابراهيم بن محمد بوملحة على حسن الاستقبال والضيافة في دبي جزاهم الله خيرا وربنا يجعل هذه الدعوة في ميزان حسناتهم اجمعين تعالوا نكمل يا حبابنا مع قصة اصحاب الاخدوط احنا قلنا ان احنا عايزين ننطقي من روائع القصص الكرآني والنبوي ما نستطيع ان احنا من خلاله نتعلم الدروس والعبر محتاجين احنا يعني مش هنحكي نقول كان يا مكان وبعدين نحكي كل يوم حدوطة انا ممكن احكي كل يوم حدوطة يعني ممكن اقولك النهاردة قصة اصحاب الاخدوط كان فيه ساحر الساحر ده كان موجود عندي مالك ولما الساحر كبر قال للمالك هاتلي غلامة شعليه مستح فجاب له ونحكي لك حدوطة كلها وعين في الاخر حلوة ولا ملتوط لا انا مش عايز المنظام القصص المنظر ده سمحوني همشي ببطء شوية لكن علشان نستلهم من هذا القصص الدروس والعبر التي نستفيد بها في حياتنا وفي ديننا بفضل الله سبحانه وتعالى كلمنا في السبع لقاءات اللي فاتت في رحاب قصة اصحاب الاخدوط والقصة باختصار شديد جدا عشان اللي ما شافش الحلقات اللي بكده يتواصل معنا لحد دلوقتي ان كان فيه مالك والحديث طبعا رواه مسلم وده من الاسرائيليات الصحيحة الثابتة التي جاءت بوحي من الله الى رسول الله ما تصالى عليه صلى الله عليه وقاله وسلم الكصة بتحكيه في عجالة سريعة جدا ان كان فيه مالك من الملوك في بني اسرائيل والحقيقة هو المالك ده كان في الفترة التي كانت بين عيسى عليه السلام وكانت بين النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة ديت فالمهم هذا المالك كان عنده سحر وانت عارفين الملوك في الغالب كانت في الوقت ده كانت تحتاج الى السحر في كل شيء السحر كبر في السن بدلا مقول مثلا اتوب الى الله وارجع الى ربنا سبحانه وتعالى واسلم وبقى كويس كده عايز يستمرد سحره والشر من بعضه بعد موته ولا حبل الى الكترباء وانطبق عليه قول النبي على السلام شر الناس من طال عمره وساء عمله المهم الراجل قال للمالك كان عايز غلام صغير اعلمه السحر ليه غلام صغير لان ما شاء الله التعليم في السحر كان نكش على الحجر هيتعلم بسرعة هيفهم بسرعة هيحفظ بسرعة هيعيش معك سنوات طويلة هتنتفع به يبقى كده مش هتبقى محتاج لأي حد تاني فالمهم جاب للغلام الغلام كان بيروح من عند اهله ويعد على الساحر قدر ربنا سبحانه وتعالى في طريق الغلام وهو معدي ربنا يقدر ان يكون في طريقه راهب والراهب ده يكون موحد فلاق الراهب فتح الباب من حب اللي استطلع دخل سمع من راهب كلمات التوحيد الجميلة الباهية الصافية التي تثلج القلب فالمهم بعدما سمع كلمات التوحيد ده راح للساحر دعم بيسمع عند الساحر كلمات كلها سحرية وكفرية وطلاصم وحاجات كده فقلب الغلام يعني بقى فيه حكتين بقى فيه حق وبطل فلابد ان ينفصل الحق عن البطل وان كان الغلام فطرته تميل الى الحق فالمهم ايه اللي حصل الغلام ربنا قدر طبعا برضه علامة عشان تظهر له الحق ده وهو معدي فيهم اليوم خارج من بيته ورايح عند الساحر فلاقى فيه دبة معطلة طريق الناس ومنعهم من المش الدبة ديت كما جاء في الواقع انه اسد فغلام صغير يعني حوالي 9 سنين يعني يعني ما يعديش كده لانه غلام من 3 لتسعة فالمهم فالغلام رح ماسك طوبة زنطوطة كده على قدي ايده الصغير الحلوة ديت فرح قال اللهم ان كنت تعلم اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدبة وقدم الراهب على الساحر لان فطرته تميل الى التوحيد وفطرت اي انسان تميله الى التوحيد كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل مولود يولده على الفطرة فابواه لما يكبر بقى فابواه اما ان يهوداني او ينصراني او يمجساني فالغلام ماسك الطوبة قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدبة فرمت طوبة صاردت فقتلت الدبة للأسد يعني ودي كانت كرامة من كرامات هذا الغلام واحنا كانوا في الحالة اللي فاتت لو تذكروا عن كرامات الاولياء وايه الحكمة من وجود كرامات الاولياء اقسى الله عز وجل ان يجعلنا من اولياء الليها عز وجل سواء كان ذاري بكرامات او الكرامات المؤمن يكون اولياء لله سبحانه تعالى الشاه بقى ان الغلام بعد اما حصل الموقف دوت وربنا اكرمه واتقطرت الدبة دي طرح رايح على الراهب عايز يحكيله بقى ان فعلا انا عرفت ان انت اللي على حق وتأكدت وكانت فطرتي بتقول لي كده لكن بس كنت محتاج علامة تدولني على انك انت فعلا اللي على حق والساحر ده على باطل فرح قال له ايها الراهب استاذه طبعا وشيخه قال له حصل كذا وكذا وكذا وانا قلت اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاختل هذه الدبة فقتلت الدبة الشيخ بتاعه اللي هو الراهب حس فعلا بان الغلام ده فعلا وصل لمرحلة عالية جدا جدا وان ربنا اكرمه بهذه الكرامة فقال اي بني انك اليوم انت اليوم افضل مني بلغ من امرك ما ارى طبعا ده درس جبير جدا جدا واحنا قلنا واتفقنا ان احنا هنقف مع كل لفظة وناخد منها الدروس والعبر درس اليوم اللي هناخده من القصة دي جماعة درس التواضع درس التواضع وما اجمل ان يكون الانسان متواضع ويا سلام بقى لما يكون الانسان ده منزلته كبير جدا ومتواضع من صفات الحق شلو على ولله المثل الاعلى ليس كمثيه شيء وهو السميع الوصير من صفات المولى عز وجل انه الودود الودود معناها انه الذي يتودد الى عبادي وهو غني عنهم هو الغني ونحن الفقراء هو العزيز ونحن الاذلاء هو القوي ونحن الضعفاء هو الغني ونحن الفقراء يعني فتخال لما الغني العزيز القوي يتودد الى الذليل الضعيف الذليل يعني الفقير يعني مين محتاج مين فبتبقى جميلة ولها بهاء وجمال ولله المثل الاعلى تخال حضرتك لو واحد مثلا وزير وماشى في الشارع بيكلم راجل فقير جدا وبيقول له والله ده انا بحبك جدا وليك مكان وليك مكان عالية جدا عندي وكذا 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 وجزاك الله خير مني ده لا يوش عايز مياه نصيب ربنا برفيك فشو بقى تخال بيبقى لها الجمال وبقى رهيب جدا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى فشاهد ان الشيخ اللي هو الراهب ده بيقول لي تلميزه بيقول له اي بني انت اليوم افضل مني بلغ من امر كما ارى خب بلغ بقى ده درس كبير في التواضع لانه يقينا الراهب افضل من الغلام ده شيخه ده استاذه ده تلميز فيقينا الستاذه افضل من التلميز والشيخ افضل من الطالب لكن من تواضع هذا الرجل وقد حضنا الاسلام وحضنا نبي الاسلام صلى الله عليه وآله وسلم على التواضع قال صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك حق القول قول رب جل وعلا قال جل وعلا وخفت جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين من يرتد منكم عن دينه فصفة اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لوم تلائم الله اكبر اول صفة اذلة على المؤمنين تواضع وحب وعدم كبر ولا تعالى على اخوانه المؤمنين الذين يحبهم في الله سبحانه وتعالى وشو بقى حديث النبع السلام التي تحضر انسان على التواضع قال صلى الله عليه وسلم من حديث رو مسلم ان الله اوحى الي ان تواضع خب بالك حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد الله اكبر يبقى النبع السلام بيقول ان الله اوحى الي ايه ان تواضع يا ناس عايزين ان تواضع مش عايزين حد يكون عنده شيء من الكبر وهتشوفوا دولة عواقب الكبر شيء يعني ربنا عافينا عافيكم يمكن ذكرت انا حوالي 24 عقوبة للمتكبر في كتاب موسوعة اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشياء يندلها الجبين اشياء يعني تشايب الرأس لكن هنذكر بعضها في وجالة سريعة كده في اخر هذا الدرس ان شاء الله فالتواضع التواضع ان انسان يكون بتواضع الانسان لما حتى يعبد ربنا سبحانه وتعالى من تواضع الانسان انه ما يشوفش حق ليها على الله بسبب هذه العبادة يعني ما يجيش واحد يقول ايه انا لسه مصلى ربنا العشاء فلو سألتو الان لابد يجيب ولابد ان يعطيني لا اوعترن نفسك حقا على الله نحن ليس لنا اي حق على الله بل لله الحق علينا في كل شيء هو الذي خلقنا ورزقنا وهدانا ورزقنا لعمة ولذة الاسلام ولذة الطاعة وجعلنا من ادباع النبي واسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة فله الحق جل وعلا فله الحق سبحانه وتعالى وجل جلاله الا له الخلق والامر ومدام هو الخالق يبه هو الامر ومدام امر نطيع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا اي يكون لهم الخيارة من امرهم يبقى ان الله اوحى لي ان توضعه وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم خذ بالك بقى كل ما هتتواضع كل ما هتزداد رفع عند الله وعند الخلق ازاي قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث روى مسلم من تواضع وما تواضع عبد لله او ما تواضع احد لله الا رفعه الله وما تواضع احد لله الا رفعه الله جل وعلا وفي رواية في حديث كدسي ان المولى عز وجل قال من تواضع لي هكذا رفعته هكذا كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بابيه وامي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم يبقى التواضع ان الانسان يكون متواضع ما يكونش متواضع تواضع الكبر ايه ده وفيه تواضع الكبر طبعا وفيه تواضع الكبر ازاي ان انا يكون قاعد مع الناس وجهة اتكلم احلقات والله يا جماعة الحمد لله رب العالمين يعني نسأل الله عز وجل أن يوزحنا الإخلاص والله أنا لا عندي علم ولا عندي أي حاجة ولا عندي أي شيء ولا حتى يعني عندي طاعة لله ولا بأعمل حاجة ده أنا مقصر جدا ده أنا عشان هم عشان أنا عايزهم يقولوا يا راجل معقولة طب ده أنت ماشى الله في الطاعة وفي العلم وفي الدعوة وبكذا ده اسمه تواضع الكبر إنما التواضع أن أنت تحس من جواك فعلا أن أنت ليس لك أي شيء وليس لك أي قدر فتزداد رفعة عند الله الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمته وسعه كان يقول في آخر أيامي والله إني منذ أن أسلمت إني حتى الآن ما زلت أصحح إسلامي تخيل حضرتك يعني راجل بالمرتبة اللي مش عايزين نتكلم يعني نقول مرتبة الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام أديه ورغم زي يقول ما زلت حتى وقت هذا ما زلت أصحح إسلامي وما أعلم حتى الآن أني قد أسلمت إسلاما جيدا ده الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة تعالي نسمع كلام من نبع السلام ونشوف نبع كان أحواله عملة زي في موضوع التواضع يا جماعة لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا معلش أستاذينا كميداني في عندي دوشة جمدة أو في الاستودة اللي مش عايز أتكلم فبعد إذنك بس تشوف في حد وراء عامل دمشة جمدة جدا ربنا برفيك ربنا برفيك حديث صلى الله البخاري أن أنس ابن مالك رضي الله عنه ورضاه مر على حديث صلى الله البخاري المسلم أن أنس ابن مالك مر على سبيان فسلم عليهم وقال كان النبي يفعل ذلك كان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وقاله وسلم تخيل حضرتك يعني يشوف بدا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي فيشوف سبيان صغيرين ممكن ناردة واحد داعية يكون ماشي فلقى شوية سبيان صغيرين لك أنا هسلم على سبيان معقولة يعني رجل داعية ما سلمشي على الناس كبار وشافي لا امشي وسلم على سبيان الأطفال صغيرين يعني ما شاء الله لما يلقوا أن واحد داعية أو إنسان مسلم وملتزم ماشي ما شاء الله بيسلم على كل من حوله باسم الله ما شاء الله دي بتكون سبب في حق بهذا الطفل الصغير للإسلام والدين والمتدينين فدي بتكون ثمرة طيبة تربية بتغرسها في نفس الطفل ولذلك بعض الناس اللي بييجي مثلا طفل بيصلي في المسجد يطردوا من المسجد وينهروا الطفل بيطلع متعقل من المسجد وكاره المسجد وكاره أهل الدين إنما احنا نقول إيه نقول آه لو كان الطفل مثلا بيعمل دوشة ولا بتاع نعلمه نقول لحبيبي ده حتى ببيت ربنا وبنصليه ما يصحش إن أنت تعمل دوشة ديت عشان يحبيت ربنا وبنصلي طيب الطفل ما بيستجيبش خالص بالمرة ماشي إنه وصي والده إن هو يوقفه في مكان قريب بينه عشان ما يعملش دوشة طيب ما نخلي الأطفال صف واحد آه دا لم يكن يعني مش هو دا الصح إنت لو خليت الأطفال كلهم في صف واحد هيعملوا دوشة مع بعض يلا ما نعمل إيه في الوقت داوة بالعكس خلي الأطفال مدام الحمد لله الطفل بلغ 7 سنين أو 10 سنين خليهم منتشرين بين الصفوف وهو لما يلاقي نفسه ببنجين بحد كبير مش هعمل دوشة لما لما يكونوا عفوا مع زميل ومسلا برضو عدد 7 سنين هيقعدوا بقى يلعبوا سيجة وصلتح وكيك على العالي وكيك على الواطل واستغمائة ويخبطوا ببعض وش هنعف نصليحني يعني فشك في موضوع إن معاملة الأطفال مطلوبة إن إحنا نحسن في معاملة هؤلاء الأطفال طيب شوف حديث ثاني عن أنس بن ماري قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت مش تأخذ بيدها يعني تمسك بيدها يعني تريد أن تقود белنبي صلى الله عليه وسلم وتكلمه في أمر فكان يسير معها في أحد شغاري المدينة حتى تقول ما شاءت وتسأل فيه ما شاءت ثم انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نشوف ماذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش با أنا دلالت تعتبر نبي هذه الأمة وحاكم الدولة ومش معقولة يعني أمم الإماء أمم مش حرة كمان أمم الإماء تيكلمني لا لابد أن يكون هناك حاجب ووزير ولابد أن تقدم الطلب على ورقة مكتوبة وعرض حل دمغة وحاجات كده لا ده النبي صلى الله عليه وسلم وهم أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف بقى حال بقى النبي عسلم ده كان حاله بره البيت حاله بره البيت لو كانت أم عايزة نبع سلم في الموضوع وكان يفضي نفسه ويفرغ نفسه للأمى دي عشان يسمع كلامها ويشوفها عايزة إيه وطلباتها إيه ولو كان معدى على أطفال صبايلين كان يسلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسلم على صبيان وصبيان يردون على النبي صلى الله عليه وسلم وكان وتعرف مدى رحمة الدعية وحنية الدعية وصدق الدعية في دعوته لما تلاقي الأطفال الصبايلين حبينه إزاي الطفل بطبيعته يحب الحنية ويشعر بحنية لقدامه ولما يحس إن قدامه ده حنية بيقربله ويقعد معاه ويقعد جنبه ويسأله ويدردش معاه ولما يحس إن ده فظ وغلز يشوفه من شارع ويجري يعني كان زمان يعلمونا واحدة في المدارس صغيرين يقول لك لما تشوفه مدارس في الشارع اجري من الشارع التاني طب وليه أجري؟ وليه أجري؟ ما طالما هو مدارس رحيم وإنسان مهذب وإنسان طيب ما أنا قبل وسلم عليه وقبل إيديه بدل ما أجري منه يعني خدت بالك من وجهة النظر المهمة ديت فسبحان الله ده بداح حال النبي بر البيت طيب كان حال النبي جوه البيت إيه؟ خد بالك بأمنا عائشة كما في الحديث الذي هو البخاري سئلت أمنا عائشة قيل لها ما كان النبي يصنع في بيتي ما كان النبي يصنع في بيتي قالت كان يكون في مهنة أهلي خد بالك فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة إيه في مهنة أهلي بيتي؟ كما ورد في رواية أخرى كان يركع ثوبة وكان يخيط ثوبة ويركع نعلى ويفعلوا كذا ويفعلوا كذا صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتواضعين الذي قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله الله في النساء يعني أنت النهاردة إحنا في رمضان أوه فمن باب التواضع أنت جاي من الشغل كمان شوية داخل على زوجتك وعلى بيتك أول ما تخش السلام عليك وحبيبتي إزاي صحيتك عامل إيه وإحنا قلنا لما تيجي داخل بيتك حكتم ما تنساهمش بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نبع السلام أخبر إن في شياطين وقفة مستنياك فأولا طول بسم الله وإنت بتفتح كده الشيطان يقول لا ما بيت لكم فإذا دخلت وجاء وقت الإفطار وبتفطر وسميت الله وقولت بسم الله الشيطان يقول لا ما بيت لكم ولا عشاء يعني شوفوا لكل وقندة تانية يعني بالفلد كده طيب ولو سلمت على أهل بيتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لألس ابن مالك يا بنية إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفت تواضع النبي في بيته أدي برى بيته وأدي جوى بيته طيب في المسجد يعني شفت تواضع النبي برى البيت وشفنا تواضع النبي جوى البيت تعالنا نشوف تواضع النبي في المسجد حديث رو مسلم عن أبي رفاعة تميم بن أسيد أنه قال انتهيت إلى رسول الله يعني مشهيت في المسجد لحد ما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه أنا رجل غريب وجاء يسأل عن دينه فاعلمني فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من عن المنبر مقصوص شوف التواضع يا أخي سبحان الله شيء فوق الخيال تعلمه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليه وترك خطبته حتى وصل إلى يعني أبي رفاعة فأحضره كرسيا للنبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه طبعا كان متعب أو مريض أو كان في آخر سنه صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه فوضع له كرسيا فجلس النبي على الكرسي وظل يعلم الرجل دينه صلى الله عليه وسلم ثم انصرف بعد ذلك إلى المنبر وأكمل النبي خطبته أنا مش لقي كلام أعضر به عن الموقف ده الموقف ده الواحد وأعيز دارس الواحد والله العظيم ثم أكمل النبي خطبته صلى الله على سلم شوف من توضع النبي السلام كان إذا أكل بعد الأكل أصابعه الثلاث وإذا سقطت لقمة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض ونفضه وأكلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها للشيطان تعالي نشوفه نبيع السلام يتكلم عن نفسه بقى إزاي احنا شوفنا حاله في الشارع حاله في البيت حاله في المسجد تعالوا شوف لما النبي بقى صلى الله عليه وسلم من غير بقى الأحوال والأعمال تعالوا شوف لما يجي يتكلم عن نفسه شوف التواضع بتاعه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ما بعث الله نبيا قط إلا رعى الغنم ما بعث الله نبيا قط إلا رعى الغنم قالوا حتى أنت يا رسوله قال حتى أنا رعيت الغنم لأهل مكة على قراريت قراريت مش قراريت أرض يعني قراريت دي كانت عملة صغيرة جدا وضئيلة جدا لأهل مكة زي مثلا كان عندنا زمان المليم والنكلة والحاجات بتاعتنا زمان فكان نرعاها لأهل مكة على قراريت صلى الله عليه وسلم يبقى ناخد من درس من كلمة الراهب للغلام درسين الدرس الأولاني التواضع الدرس الثاني تشجيع طلبة العلم ان انت تشجع طالب العلم وتحول بقدر امكان انت يعني ايه لما تلاقي طالب علم نجيب ماشاء الله شجعه وقوله ماشاء الله بارك الله فيك الله اكبر طب تعالى حبيب ان شاء الله اخدمك في المسجد الفلاني تخطب الخبه فلانية تعالى ان شاء الله في اليوم الفلاني هقدمك في الدرس التاع تقول درس معين ماشاء الله بيت كويس جدا ابني يا ريت تستمر شجع طلبة العلم ربنا بير فيك طب ايه اكتر مجال بنحتاج فيه التواضع مجال الدعوة مجال الدعوة ان الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا خب بالك بقى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ده صفات الدعائي الناجح افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت قال بعدها فذكر فذكر انما انت مذكر ايه علاقة الابل والسماء والجبال والارض بالدعوة قال لك كأن المولى عز وجل يقول لك اذا أردت ان تكون انجح دعائي في العالم فلابد ان تتصب بصفة صبر الابل صبر الابل على طلب العلم صبر الابل على العمل بهذا العلم صبر الابل على الدعوة إلى الله وصبر الإبل على الأذى المترتب على الدعوة إلى الله يبقى صبر الإبل سموه السماء إن أنت تكون بتدعو من أجل الله لا من أجل دنيا ولا حطام دنيا ولا غير ذلك الدعوة تكون خالصة لوجه الله ثالث حاجة ثبات الجبال وإنت باشي في طريق دعوتك أكيد هتقابلك عرقيل ومشاكل وحاجات يعني ربين عافين عافيك واسألوا أي داعية يعني بقالوا سنوات طويلة في الدعوة قلولوا عن العنقابات اللي تقابلت وما زالت تقابله في طريق الدعوة أشياء يعني لو إنسان ما عندهش إخلاص هيتعثر مع أول خبطة ويسيب الدعوة لكن لابد أن تثبت على طريق الدعوة آخر حاجة ذلة الأرض اللي من يمشي عليها الحد راح نتكلم عنها لأذلة على المؤمنين أعزتنا على الكافرين حضرتك وإنت ماشي على الأرض في يوم من الأيام ما حصلش أن جاءت الأرض لك لو سمحت أنت من مين في مصر عشان تمشي عليها لو سمحت لا تمشيش عليها الأرض ما بدولش كده فهم إزاي ومش الأرض بتتكلم عربي يعني الأرض إيه مذللة لمن يمشي عليها فإذا إيه زي ما الأرض يعني متواضعة ولا يمكن في يوم الأيام أن الأرض تعترض أن أنت ماشي عليها فكذلك أنت تكون هينا وخفت جناحك لمن اتبعك من المؤمنين طيب تعالوا في عجالة سريعة فضلنا تسعة تمن دقايق تعالوا في عجالة سريعة نتكلم عن عاقبة الكبر الكبر والمتكبرين مدنة ما عايز تفوتش باضل لتمن دقايق حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة صلى على حبيبك صلى الله على السلام عاقبة الكبر والمتكبرين نقولها بسرعة كده في 500 عنصر عشان ما نطولش على حضرتكم ولا نخليها 12 عنصر عشان خاطركم احنا قلنا احنا ذكرناها في الكتاب في 24 عنصر انا نقلت لكم منهم 12 عشان ما نطولش عليكم اول حاجة المتكبر وعافان الله وإياكم من الكبر ربنا عافين وإياكم والله ما عظيم يا جماعة ما في لزة في الدنيا اعظم من ان الانسان كل ما يكبر كل ما تواضع جميل قوي قوي ان انت تكون متواضع هتقول لي والله انا عظيم الناس ما بينفع مع التواضع والانسان اللي بتواضع في الزمن ده بيحصله وبيتعامل فيه اقولك انت بتعامل الناس ولا بتعامل رب الناس انت بتعامل ربنا اللي يجي يقولك السنة ما بعافش ياخد حق إلا زي عملت شوية بريستيج نفسه شوية كبره واقولك سيفك من ده كله انت تعامل الملك جل جلاله انا بتواضع لله انا مليش دعوا بقى الخلق يقدروني ما يقدرونيش يدوني حقي ما يدونيش حقي يدوني مكانتي بريستيجي كلام ده كله ما يشغنيش انا كل اللي يشغني ان انت تتواضع حتى تلقى الله عز جل هو راضي عنك جل وعلا اول حاجة المتكبر ربنا بيحرمه من محبته تعرف تعيش في ارضه يا راجل وربنا ومالك الارض صاحب الارض الملك لهذا الكون جل وعلا بيكرهك سبحان الله قال جل وعلا انه لا يحب المستكبرين ولو كره انسان لو كره انسان ينادي يا جبريل انه ابغضه فلانا فابغضه في ابغضه جبريل وينادي في ملكة سنوات السبع يخليهم كلهم يبغضوه ثم يوضع له البغضاء في الارض ايبا دي اول ثمرة مريرة تاني حاجة الله يطبع على قلبه يا الله لما يطبع على القلب لا يستقبل ولا يرسل لا يستقبل الخير ولا الكرآن ولا السنة ولا الموعظة ولا الذكرى ولا اي حاجة ولا يرسل اي خير لانه خلاص قلب اتقفى الغلف عيازا بالله قال جل وعلا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ويقتلت حاجة الكبر من صفات اهل النار جاء في الصحيحين انه نبيس عسلامة قال قال اخبركم باهل النار معلش في مدن في حد وراء صوته عالي جدا انا مش عاف اتكلم منه معلش معلش ربنا بير فيك يا مدن عشان بس عفلك كما ربنا بير فيك صوت عندي وراء جامد جدا احنا قدامنا ست دقائق يا ربنا بير فيك فرجعنا نصب بس وراء يا ربنا بير فيك عشان فاكمل الحلقة تالت حاجة الكبر من صفات اهل النار جاء في الصحيحين قالنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اخبركم باهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال كل عطل جواظ مستكبر مستكبر ده من صفات اهل النار ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين من النار طبعا بقول المشاهدين سمحونا النهاردة على الاخباطة اللي احنا موجودين فيه النهاردة ان فيه صوت ودوش جامد جدا ورايا فانا اسف والله ان كان الصوت وصلك ولا حاجة رابع حاجة من ثمرات المرة للمستكبرين ربنا بير فيكم حال المستكبر عند الموت الملكة تقوله ايه اليوم تجزون عذاب الهوني بما كنتم تكرون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ربنا عافينا وعافيكم رقم خمسة لا تفتح لهذا المتكبر لا تفتح له ابواب السماء عند موتي عند خروش روحي قال جل وعلا ان الذين يكذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لو دخل الجمل من خرم الابرة يبقى يدخل هذا المتكبر عيازا بالله الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى رقم ستة يحشر يوم القيامة في حجم الضر الضر هو النمل الصغير قوي ولكن في صورة الرجل قال صلى الله عليه وسلم كما عند التنميذي بإسناد الحسن يحشر المتكبرون والله العظيم احاديث واشياء تخلع القلب يا جماعة ان الانسان لا يمكن يكون عنده وعنده كده كبر تلا واحد بيصلي والتاني بيحط رجله لمه وده يستكبر ويستنكف ويبعد رجله عنه ليه ليه تيجي واحد غني بيتعامل مع واحد فقير ويتعامعه بأنفة واحد صاحب منصب ويتعامعه واحد يا جلبان كده ليه تواضع تواضع من تواضع لله رفعه الله كلما هتطع ربنا الله يرفع قدرك في الدنيا وفي الأخير بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الضر على صورة الرجال يطأهم الرجال بأقدامهم يطأهم الرجال بأقدامهم يسقون من ردغة الخبال قالوا وما ردغة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار رقم سبعة أن المتكبر يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسرد صحيح من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان تتحمل غضب الملك جل وعلا تتحمل أن ربنا يكون غضبان عليك مين يتحمل الكلام ده يا جماعة ربنا عمنا عنكم يا رب رقم تمانية الله ينادي على هذا المتكبر تبكيتا ولا ينظر إليه ينادي عليه مجرد نداء يقول جل وعلا كما عند مسلم أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون رقم تسعة أن المولى عز وجل لا يكلم هذا المتكبر ولا ينظر إليه لا يزكيه يوم القيامة ويصلت عليه العذاب الأليم قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال صلى الله عليه وسلم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر وعائل مستكبر رقم 10 إن الإنسان المستكبر ده هيكون أبعد الناس عن الرسول يوم القيامة معقول europe قال صلى الله عليه وسلم كما عنده تنويذي بسنس الحسن إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون يا رسول الله قال المتكبرون صلى الله عليه وسلم آخر حكتين الحرمان من دخول الجنة طبعا المتكبر ما هوش كافر إلا إذا كان كبره ده على الله خبالك إنما يحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين ودي كفاية برضو ما هو حرمان قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر آخر حاجة النار مثوى كل متكبر عيزا بالله مدام مش 확인esh الجنة هيضوق طعم النار لو كان الكبر فيما عدى الكبرة على الله سبحانه وتعالى فيدخل يعذب ثم يخرج إلى الجنة لكن لو كان الكبر على الله ربنا عافين أعافيكم رب العالمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فإحنا وصلنا للقطع الصغيرة ديت إن الغلام راح للراهب فقال له حصل كذا كذا وأنا ضربت الدبة فقطرت الدبة فعلمت أنك أفضل عند الله من الساحر فقال أي بني أنت اليوم أفضل مني وقد بلغ من أمرك ما أرى وإفنا مع الجملة ديت عشان ناخد منها درسين درس الأولاني التواضع وعكس التواضع الكبري بقى نبعد عن الكبري ونلتزم خلق التواضع الدرس الثاني تشجيع طلبة العلم إن الشيخ شجع أستاذه حتى يكون نجيبا بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نلتقي غدا في نفس الموعد إن شاء الله مع روائع القصص وإسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع وأن يبارك في كل المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى رئيه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته